أكو سكوت يعني قبل من كان واحد يريد يزور واحد من الدول العربية تسمع أصوات ليش راحته ليش كذا ليش سوى الاتفاقي الفلانية وما سويت مع الجهة الأخرى أنا الآن أكو نوع من السكوت على هذه التحركات والسبب في أنه إيران أصبحت في ضائقة كبيرة جدا والحصار صار قاسع عليها بشكل كبير جدا ومن يضع يده في يدها ربما يعرف أن الخسارة قادمة فأكو سكوت وأكو الآن تلاحظ لاكو مدافع تطلق ولا كاتوشات على السفارات أو على أجهزة الدولة يعني كثير من الأمور خفت بشكل كبير وأعتقد أن الفرصة مهيئة قدامها لأنه يسميهم الولاد هم أيضا شعرين بالخطر أنه إذا صارت عليهم عزلة دولية وأمريكا شددت عليهم مثل ما شددت عليهم بالمرحلة السابقة وصعدت دولار السعود كبير جدا سوى تجراءات أخرى أيضا عقوبات أو عقوبات ينهار هذا الوضع في البلد وخلص هم ينهاروا معه ولذلك شعروا بهذا الخطر وشوف نوع من المجاملة لكل التحركات التي يقوم بها السيد السوداني فأعتقد الفرصة مناسبة إلى زار الغرب زار الدول العربية زار يعني إيران يمكن عنده زيارة إلى تركيا أي فمعظم هذه الدول زارها وأكو ترحاب كبير جدا في العراق ويردون العراق يلعب دور لأنه مهم جدا لهذه المنطقة استقرار العراق وبدون استقرار العراق لا استقرار لهم بناء على ما كنت تقوله أنه الجماعة الحاطين يديهم بدين إيران على ظروفه سيخسرونه كثيرا تعتقد الولد جاهزين الآن أو براقباتيا مستعدين أن يطبعوا العلاقة من جديد مع أمريكا وننتهي من هذه القصة تحت شعار من اضطر غير أباغ والله أنا أعتقد الموضوع يعتمد هنا على مدات ضغط إيران عليهم والمصلحة لهم والغيرهم هي أن تكون العلاقة طبيعية يعني أنا ما كنت تابع إلى أمريكا ولكن تكون العلاقة طبيعية مع أمريكا ومع فرنسا وحتى مع إيران علاقة طبيعية بس مو علاقة تابع اليوم قسم من الأخوان اللي حكموا حقيقة كانوا تابعين إلى دولة إلى دولة اسمها إيران مو بس إيران شكوا قرار يصير إذا إذا ليش تركيا وحنا لازم يشوف بأفق واسع الكل قدم السيفي مالتا حتى يكون عميلي بل قبل ويادي حسن ساري ينزل لمبراسة العراقيين والله ما مو حين اختلفوا ياك يا للأسف الشديد شكرا للمشاهدة شكرا